بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين نهارده نفسه أكلمكم عن التنمية كحال جزري لأغلب مشاكل الكنيسة ويمكن أغلب مشاكل المجتمع التنمية حباقي كلمة مستخدمة كتير احنا مش هنقولها بشكل علمي بحث انما عايزين نقولها بشكل جربنا وعشنا واختبرنا ولقينا فعلا أنه هو الحل الأمثل عوضا عن الحلول الأديمة التقليدية في خدمات إخوة الرب أو المحتاجين عموما بمعنى في فكرة الإحسان أو تقديم المعونة الجهزة زي مثلا بيت نقصه أكل نجيب أكل نقصه سقف نعمله سقف واحد مريض نعلجه كل ده إحسان وخدمة هتستمر وأساسيا لما أخلي بالكم لما بنغضق في العطاء على بيت في شاب ما بيشتغلش إحنا بنقوله ما تشتغلش أو لما بنهتم قوي بأسرة ونلبي كل احتياجاتها بيتصرب إلى ذهن الأسرة عموما حتى الطفل إنه يعيش عالى على الكنيسة أو عالى على المجتمع إذا في الوقت اللي أنا بعمل رحمة أنا ممكن أكون أزيت الشخص في تكوينه ولغيت فكر كتابي أساسي من لا يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا الحياة لازم نعترف إن إحنا حاليا وصلنا إلى شبه مأساة إنه آلاف ويمكن مئات الآلاف من الشباب المسيحي مش مقبل على العمل ولا التعب ولا الكفاح ولا حتى الدراسة ولا تطوير نفسه على اعتبار إنه هيلائي كنيسة تشيله وتشيل بيته طبعا الفكر ده خطأ جدا وخطر جدا وإحنا كناس مسؤولين يعني في الكنيس عموما كهنة وخدام تسببنا فيه بدرجة بوازع الرحمة أغضقنا لكن يجوز بدون حكمة فوصلنا الناس إلى مجتمع شبه متسول يميل إنه ياخد ما يديش قللنا إحساس المسئولية عند الشاب إنه يبقى مسؤول عن بيته وعن عياله ضيعنا طموح ناس كتير خلاص بدلت لقيت قرش سهل أو حل اللي سهل هي تدعي إنها تبتكر وتكافح وتنجز هنا بقى تدخل التنمية التنمية مبدأ أو فكر مبني على مبدأ غير فكر اللي قدامك غير مهاراته غير نظرته غير تكوين دماغه وهو يغير عالمه مش تغير انت عالمه زي بالظبط واحد بتعلمه الطبيق وواحد بتديله أكل جاهز فرق كبير قوي اللي هياخد الأكل الجاهز هينبسط لكن هيرجع بعد 8 ساعات يجوع مش عارف يتصرف لكن اللي علمته الطبيق وفيه شوية إمكانيات بسيطة هيقدر يعيش على طول زي المبدأ اللي كلكوا عارفين وسمعته كتير يديني صنارة أحسن ما تجيب لي سمك لأن السمك هتشبعني دلوقتي الصنارة ممكن بدل في بحر ممكن أعيش بيها طول العمر التنمية معناها أن أنا أعرف احتياجات المجتمع بكلم عن مجتمع الكنيسة بدايته نعرضه في مجتمع الكنيسة الإبطية لو هنصارح نفسنا عندنا عشرات من الاحتياجات أو من الهموم منها هم اسمه الأمية عندي نسبة عالية في المجتمع المسيحي مش أقل من 30-40% من الأمهات الأميات في القرى في النجوع في العشوائيات إيه الخطورة؟ الخطورة أن الأم ما تعلمتش غصبة عنها لكن كمان مش هتساعد عيالها في التعليم ويمكن ما تبقاش حريصة على تعليمه غالبا القصة مش قرية وكتابة بس في نوع من الجهل اللي يخليها مش وعية فمعندهاش وعي صحي عيالها ممكن يموتوا من مرض كان ممكن تجنبه معندهاش وعي وقائي عموما فممكن بنتها تمشي ماشي من لخبط وهي مش دريانة معندهاش وعي اجتماعي ممكن تفتح بيتها للجران والمواضيع تلخبط خالص معندهاش الوعي لأنها أمية إذن الأمية مش مجرد واحدة مش بتقرأ وتكتب موضوع أخطر من كده كتير قوي الأم اللي مسؤولة عن عيلة اللي عارفة تشجع جزها ولا عارفة تشجع عيالها ولا عارفة تبقى قدوة حسنة مش عارفة تخدم في الكنيسة مش عارفة تنتج حاجة هي أصبحت عالة حتى على أسرتك بتجيب عيال بس وبتردع بس ويمكن صحتها عدمانة كل ده بسبب جاهل الأم إذن عندي احتياج اسمه أم تعيل ولكنها جاهلة للأسف عندي احتياج تاني واضح في المجتمع النهاردة بس هحكي لكم عن الاحتياجات لأن دراست الاحتياجات هي اللي تخلينا نفكر مع بعض طب نعمل إيه؟ وإحنا نشكر ربنا معنا مجموعة فكرت وعملت واشتغلت وده اللي أقوله لكم اللقاءات القادمة أنه كل فكرة اتدرست وتعاملت وأثبتت جدوة أثبتت فعالية حقيقية فاللي هياخد الكلام ويطبقه هو كلام متجرب ما هواش مجرد كلام نظري ولا كلام شكل كويس احتياج آخر ضخم جدا أنه عندي طفلة أو طفل من سن زيرو من سن سفر أو متولد لغاية سن خمس ست سنين ما عندوش حضانة نموزجية مرمي في البيت أحياناً يعامل زي معاملة الحيوانات طبعاً في المرحلة دي الخمس سنين الأولى دي في علوم التربية كلها دي أخطر خمس ست سنين لو دخل الحضانة الحضانات في أغلب القرى والنجوع والعشوائيات وأحياناً في البندر والحضر تكون ما هي إلا مكان ياخد العيال عشان الأم تشتغل وتجيب إرشين وخلاص فبرضو إيه اللي بيحصل في المكان ده مفيش حاجة مجرد وقت بيطقضي يجوز يهمل يجوز ياخد عدوى من الزماء الزماء اللي بتوعه يجوز يتترمي كده في جنب يجوز يتعلم حاجات وحشة كمان حقيقة أي مجتمع متحضر عارف قيمة السنوات الأولى في حياة أي طفل لو قدرنا نعمل حضانة نموذجية وده مش مستحيل وتعامل وهنشرحه إزاي في كل كنيسة وفي كل منطقة مش لازم في الكنيسة الكلام ده ينفع يتطبع على الناس كلها وبالتالي كل الأطفال تتخدم خدمة علمية ثقافية حضارية إنسانية مناسبة الطفل ده ممكن يتعلم القرية وكتابة قبل ما يدخل مدرسة الطفل ده يتعلم النظام يتعلم النظافة يتعلم الأدب يتعلم أخلاق كل ده في خمس ست سنين الطفل ده هيبقى قوة للدولة كلها وقوة طبعا لو كان من ولاد الكنيسة هيبقى خادم حلو ده كل ده يتغرس في الطفولة طب الحل إيه المفتاح إيه هنا مشروع تنموي اسمه حضانة نموذجية طبعا كلمة نموذجية دي بتستخدم في كل حت إنما لا فينا نموذجية بجد وفينا نموذجية كده كلمة طبعا عندي احتياج كمان عندي الطفل اللي دخل المدرس واقعيا في مصر أغلب بلاش أغلب عشان محدش يصعب عليه خمسين ستين في المية من أطفال مدارس ابتدائي وعدادي مش بيقروا يكتبوا أو مش بيقروا يكتبوا كويس طب الحقيقة دي قضية فضيعة جدا ليه؟ الطفل اللي في ستة ابتدائي ما بيعرفش يكتب جملة وما بيعرفش يقرى جملة احتمال كبير قوي ما يكملش تعليمه ولو كلم التعليمه هو سعره في السوق كأنه جاهل برضو لأنه دلوقتي في سوق العمل هو مش عاوز واحد مجرد معاعدة دي ده عاوز واحد مثقف عاوز واحد متفوق لأنه في بطالة شديدة طبعا صاحب أي عمل عاوز شخص متميز مش عاوز واحد أي كلام وإلا اللي أي كلام هيدي له فلوس أي كلام طب إذا كان أنا عندي ستين في المية من عيالي دخلين عدادي ما بيعرفوش يقروا يكتبوا أنا عندي احتجاج فضيع طلع مشروع أنه احنا نستغل كل الخريجين وشباب الجامعة المثقفين أنهما يعملوا برنامج مخصص في ست شهور أو تمن شهور ياخدوا الأطفال دول يحطوهم على طريق التفكير وطريق الدراسة السليمة يرجعوا مدرسهم تاني ينجزوا يتفوقوا حتى لو المدرسة اللي في المدرسة على قده لا خلاص الطالب من دول عارف يفكر عارف يتفوق بس بس هيكمل أعدادي ده هيكمل أعدادي وسنة ويدخل جامعة ويوصل لأحسن مستوى لأن عدلت دماغه هبتطلو أساسيات التعليم المزبوط راية وكتابة وابتدى يتحرك من مكانه الأديم فبدل ما يكون هيضيع لا هيتفوق عندي مأساة ربح عندي مثلا طلبة الدبلومات في مصر دبلومات في مصر قوة جبارة أعداد مهولة دبلوم تجارة ودبلوم صناعية وفروض في زمن معين كانت الدبلومات دي شيء للبلد وكانت قوة حقيقية منتجة نهارده برضو واقعيا الدبلومات دي أغلبها هم تعليم هم ضعيف احنا بيقول عليه تعليم متوسط هو في الحقيقة تعليم ضعيف وده معلش ما احترمنا لكل المسؤولين انا بقول من ناحية واقعية أحيانا بعضهم مش بعرف يقرأ ويكتب كويس أحيانا مش بعرف يفكر ما بيعرفش يقدم نفسه صح فهو بينظر إليه كشخص غير متعلم ده طب ده هيفتح بيت إزاي وهيربي عيال إزاي وهو على قده أويه طب ما نعمله برنامج بيقوم بيهي المثقفين المثقفين دول فئة هامة جدا في الكنيسة وفي البالد من خريج الجامعة أو طلبة الجامعة أو كل الموظفين بأشكالهم لأن دول حياتهم شبه ومستقر دول يقدروا بقى يساعدوا في رفع مستوى الشاب بالدبلوم ده يلاقي حياة أفضل يلاقي فرص أفضل عندي مأساة أكبر وأكثر انتشارا هي مأساة سوق العمل طبعا أنا عندي شباب كتير مش بيشتغلش وعندي الشكل الوظيفي بيقل الأماكن في الوظائف وعندي سوق العمل الحر مفتوح جدا من العمل الصغير للأعمال الكبيرة بس أنا ما عنديش العقلية تغطي احتياج لا الوظيفة ولا سوق العمل الحر ولا العمل البسيط ولا العمل المتقدم لأنه الشباب غلبان محدش علمه يكلم ازاي يفكر ازاي يقدم نفسه ازاي يفكر في المشروع ازاي وده أنا مش بتكلم عن حالة واثنين بتكلم على مئات الألاف فممكن يقبل يتحط في أي حاجة بفلوس قليلة وخلص طبو أنا لما طوره مجرد عملية تطويره دي تجد تخلي مرتب وضعف المرتب على الأقل وفرص العمل تتضاعف كمان لأنه أي واحد عنده وظيفة او عمل او شخص متميز كمان حتى خريجي الجامعة النهاردة خريجي الجامعة بدارس وفاهم وافترض انه مذاكر وشاطر في مادته لكن هو الحقيقة ينقصه برضو حاجات كتير يعرفش يفكر كويس يعرفش يحلل مش متميز النهاردة العالم كله بيكلم في حتة التميز الابداع والتميز طب أنا عاوز اعمل كورسات للناس دول خريجي الجامعة والمسؤولين على عموم المجالات كل مسؤول في موقعه الادارة فن طبعا عندنا نقص فن الادارة القيادة فن عندنا نقص فن القيادة التواصل فن عندنا نقص فن التواصل كل المهارات دي لما الناس تدرسها طبعا الشغل يزيد الامكانيات تتوفر الابداعات تزداد لا الدنيا بتتحرك احسن عندنا غياب الوعي الصحي طحية عندنا وزارة صحة فاضلة وعندنا داكاترا كويسين وعندنا طب وقاي بس عمليا التواصل مع القرى والنجوع والعشوئة الضعيف طيب ما انا عندي طلب الطب وطلبة صيدلة وطلبة اسنان وعلاك طبيعي وخرجين صغيرين الحياة تم دول لما راحوا قالوا محاضرات بسيطة او مبسطة وفي الاجتماعات اللي فيها سيدات في المجتمع او في الكنيسة دول هينقزوا آلاف من الحالات لمجرد الوعي الوعي بالمرض واتقاء المرض دا كل اللي بحكيه دا اسمه ايه اسمه تنمية ليه تنمية لاني انا مش بدي فلوس ولا بدي دوا في الايد ولا بدي لبس ولا بعمل سقف طبعا سقف دا تنمية بيقية برضو مهم لكن انا بغير فكر اللقصة ان كان طفل ان كان ست ان كان رجل كبير ان كان عاطل ان كان شاب جامعي ان كان شاب دبلوم بغير في تفكير وبضيف على عقل كل اضافة وتطوير بتسمح له بحياة يمكن ستين سبعين سنة تاني قدامه او اكتر او اقل حتى هيعيشها بشكل افضل وهيبقى هو نفسه لانه تخدم هيخدم هو نفسه اتقدمت له الحاجة شبه مجانية هو كمان هيقدمها للي بعده شبه مجانية تبقى عجلة التنمية والتطوير بتتحرك بسرعة جدا كلام دا يبدو بعضكم انه يسمعو كده وهو محسين وحلم بعيد او من المرة الجاية هنتأكد ان الحلم واقع وسهل تطبيقه وكل احتياج من دول له المجال اللي يغطيه وإلى لقاءات أخرى لإلهنا كل ما جدو كراما وإلى لقاءات أخرى وإلى لقاءات أخرى